بعد حوالي شهر من الإذراب أعلن اليوم رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي خلال ندوة صحفية عن رفع إذراب القضاة وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة تم من خلالها الموافقة على جملة من المطالب المقدمة يذكر أن إذراب القضاة قد انطلق منذ يوم 16 نوفمبر الماضي وتوصل إلى غاية اليوم بعد تقديمهم أجموعة من المطالب التشريعية واللوجستية والمادية والاجتماعية ووضع المحاكم من حيث البنية التحتية في حين سيتم الإعلان عن موقف نقابة القضاة من هذا الاتفاق غدا خلال مؤتمر صحفي تم منذ قليل إبرام الاتفاق النهائي بين جمعية قضاة تونسيين والحكومة اتفاق جاء بعد سلسلة من المشاورات والحوار الطويل ولكنه أفضى إلى هذا الاتفاق النهائي الذي يضع حد للأزمة التي شهدها المرفق القضائي وتعطل العمل بالمحاكم اتفاق ستشهد عليه تاريخ تونس وتاريخ القضاء التونسي اتفاق يأسس إلى سلطة قضائية فاعلة وناجزة مستقلة ولكن ليس في مستوى الشعارات فقط بل في مستوى الإنجاز على أرض الواقع يأسس إلى عدالة في خدمة المتقاضين عدالة جيدة يمكن اليوم أن يمثل هذا الاتفاق أرضية صلبة للنهوض بواقع المرفق القضائي اتفاق تاريخي في إقرار بالمبادئ والمعايير الدولية لاستقلال القضاء في تعهد من قبل الحكومة على تنفيذ هذه المعايير ووضع آليات لتطبيقها على أرض الواقع اتفاق كذلك يأسس إلى إحاطة صحية بالقضاء ويأسس إلى تنقية المحاكم وحمايتها